أعلنت وزارة الداخلية ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بسرقة الصناديق الخاصة بالإشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكك الحديدية بمحافظة الغربية يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ من هيئة السكك الحديدية لمدرية أمن الغربية بسرقة خمسة صناديق إشارات والتي تعمل على تغذية السيمافورات بالإشارات المنظمة لحركة سير قطارات السكك الحديدية في المنطقة الواقعة ما بين طنطا وبركة السبع بما أثر على حركة سير القطارات